بلغ أجمالي بيت التمويل الكويتي حوالي 183 مليون للربع الأول الإرادات وأجمالي الأرباح بحوالي 57 مليون نتج منه 20 مليون حق للمساهمين أطتنا 7 فلوس طبعا فيه انخفاض عن الربع الثاني الربع الأول العام الماضي بحوالي كنا 7 فلوس فاصلة 8 بعدها 10-11% ولكن هذه بسبب أخذنا مخصصات احترازية لتعالج بعض التوجهات التي نشوفها في الاقتصاد المحلي بأن الاقتصاد الليحي ما تعافى ونتمنى أن يكون متعافي ويكون له نتائج هذه المخصصات في المستقبل الغريب بأن تفيد بيت توم الكويتي بإنشطة تشغيلية القادمة كم قيمة المخصصات التي تم تقنبها خلال الربع الأول؟ طبعا بحدود 37 مليون كانت من الربع الأول العام الماضي 51 بخمفات تقريبا الثلث 26 بالمئة الحمد لله نحسن من جودة أصول بيت توم الكويتي عندنا إعادة هيكلة عندنا متابعة لريسيفبل لبيت توم الكويتي أيضا هناك فريق كامل يعالج هذه المخصصات باعتقادي أن المخصصات هي ثروة قادمة لمساهمين ومدعين بيت توم الكويتي هل نتوقع خلال مرحلة القادمة سنشهد نوعا ما انخفاض في تجميب المخصصات كما شاهدنا في هذا الربع؟ إن شاء الله ننتمنى يعني دائما السؤال أبو سليمان أنه دائما الشيء الذي يؤثر على نتائج بيت التوم الكويتي هي المخصصات صحيح والسؤال دائما متى سيبدأ بيت التوم الكويتي في خفض حجم المخصصات والله المؤشر عندنا اليوم يعني إذا كنا نتكلم عن الربع الأول العام الماضي 51 مليون الربع الأول للعام الحالي 37 38 مليون يعني في انخفاض يبقى ما حين يقدر يقول يتنبأ بعدم أخذ مخصصات من عدمه إلا بنرى أن هناك نشاط اقتصادي تتحرك الشركات التي كانت مقترضة من بيت التوم الكويتي عندها انشطة استثمارية يعادة جدولة التزامات يبقى هناك بوادر تبتلي تنبني في الحركة الاقتصادية في البلد حديثك دايما كنت في كل اللقاءات بتتكلم عن خطة التنمية وشاهدنا بالأمس أن مجلس الأمة رد الخطة لأنها غير واقعية للحكومة أنت حديثك وكافة البنوك كلها يعني معولة على موضوع خطة التنمية والمشروعات يعني أنتم في رأيكم إذا استمر الوضع على ما هو عليه وبنفس الوتيرة البطيئة هذا سيؤثر على الوضع هنا في الكويتي وعلى وضع البنوك؟ نحن تاريخيا كدولة الكويت نعتمد على الصرف الحكومي لتحريك الاقتصاد المحلي وهناك عتبات كبيرة كانت في تاريخ الكويت الاقتصادي بأنه ما خرجت من أزمة اقتصادية إلا بزيادة الصرف الحكومي اليوم نحن نلقى هناك اتفاق ما بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية بأنه يجب معالجة الاقتصاد المحلي كيفية المعالجة هي التي يدور عليها الحراك السياسي أو الحراك التنفيذي نتمنى من الكل بأنه ينظر إلى الاقتصاد لأن الاقتصاد الكويتية في بوادر وفي معطيات بأنه قد يكون هناك نمو ومعالجة خلق فرص استثمارية وتحريك الاقتصاد سهلة أعطيش مثال من الأمثلة هناك طلبات للسكن الخاص من طريق الحكومة بأكثر من 80 ألف طلب بس لو توفر الأرض ويعطاء الحق للتمويل وتوفير السكن للمواطنين أنا أعتقد هذا كفاية بأنه يحرك جميع الاقتصاد مثلا إذا كنا نتكلم عن شركات مهتمة في أخذ مناقصات للبنية التحتية لتوفيرها لهذه المساكن راح تصير فيه مناقصات للبنية التحتية فهذه جديرة بأنه تقدر تحرك الاقتصاد يبتدي عاد التاجر هي حق البنوك المحلية بأخذ بأخذ بأل سي أل جي بيزنس أخذ تمويلات لمساندتها في تحرك الاقتصاد تبتدي شركات الموجودة تبتدي تصنع تبتدي توظف تأخذ يعني أقلتا تأخذ من التخمة الوظيفية الموجودة تقدر توظف في المجال الاقتصادي ويصد فيه دورة الكويت صغيرة وأنا أعتقد هناك بوادر جدا منتازة نتمنى بأن يكون هناك نظرة يعني ثاغبة بمعالجة الاقتصاد المحلي الموجود طب نعود لبيت التمويل الكويتي بالنسبة لخطة إعادة الهيكلة لبيت التمويل إلى أين وصلت هذه الخطة الحقيقة الآن نحن في تم دراسة البيئة التشغيلية لبيت التمويل الكويتي ودراسة البيئة الاقتصادية التي نعمل فيها سواء كان في الكويت أو في تركيا وماليجيا والبحرين أو في السعودية تم تحديد الهيكل الجديد أخذ الموافقة من حيث المبدأ من البنك المركزي أو البورد وافق عليه اليوم نحن في الامبليمنتيشن سايت ومتوقع خلال السنتين القادمة يكون هناك امبليمنتيشن وبدأنا نرى حتى في آخر بعض التحسين نسب تقطية المخصصات زادت عندنا تحسين ديون المتعثرة زادت بدأنا نشوف نتائج هذا التغيير أيضا أنا أقول لك بعمل الاعتبار عدد البنوك الإسلامية الموجودة حصة السوق البنوك الإسلامية في الكويت الطلب على عمل بيتهم الكويتي كونه لاعب رئيسي في دول العالم بأنه هناك يقدم سكوك ويركز على التوسعات الخارجية في بعض المناطق أو بعض الدول أخذناها بعين الاعتبار والحين اليوم إن شاء الله نحن في الامبليمنتيشن السايد وإن شاء الله نشوف نتائجها عن قريب العاجل هل في أرقام معينة حضرتك تحب تركز عليها خاصة ببيانات الربع الأول؟ طبعا صار عندنا نمو في حجم الأصول بـ 11% حجم الوداية زادت بـ 11% عندنا نمو في البنوك التابعة سواء كانت من ناحية العوائد أعلنها في الجمعية العمومية لبيت تمويل التركي بأن تم تحقيق عائد 22% على رأس المال تم توزيع أرباح أو أسهم منها 16% يعني كل هذا يعني في بوادر نمو في بوادر مثمرة لبيت تمويل الكويت يبقى المخصصات تعتمد على البيئة التشغيلية اللي احنا بالكويت واحنا بحدود حوالي 60% تشغيلياً يعني من الكويت قاعد نشتغل وقاعد نغير بالمحفظة الاستثمارية اللي عندنا بحيث أن تكون هناك عوائد مستدامة اللي بيت تمويل الكويتي ناخذ عبرة بالأمور السلبية اللي مرنا فيها وأخذها المخصصات للمستقبل أنا أعتقد راح تغيير بيت تمويل الكويتي من أي جوانب سلبية